موسيقى أنا موجود في ساحة كنيسة اسمها كنيسة صياح الديك المكان اللي أنكر فيه بطرس سيده الرب يسوع على جبل سهيون لكن من وراي تستطيع أن ترى جبل الزيتون والبرج العالي المفروض مكان صعود يسوع المسيح من هذه الجهة تستطيع أن ترى أصوار القدس القديمة جناح الهيكل بالضبط تحته في بستان جتسماني وطبعاً وادي قدرون والبلد اللي تحت هي السلوام المذكورة في إنجيل يحنى إصحاح تسعة الرب يسوع كان في بستان جتسماني وجاءوا وألقوا القبض على يسوع المسيح وساقوا أخذوه في وادي قدرون كل هذه المسافة واكتشفوا طبعاً الطريق القديم لبيت قيافة في هذا المكان الدرج القديم طبعاً أخذوه إلى بيت قيافة حتى يحاكم المحكمة الدينية هذه المحكمة طبعاً تعتبر مهزلة محكمة مخزية ابتدأت المحكمة برشوة يعني شخص مثل يهوذة قبض فلوس رشوة حتى يسلم يسوع المسيح وهذا ضد الشريعة وضد النموس أي المسيح وقف أمام أشخاص فاسدين هذه المحكمة اللي كانت في هذه المنطقة أولاً جاء ووقف أمام حنان حنان بكون حمو قيافة اللي كان رئيس كهني في هذه السنة لكن أقالته الحكومة الرومانية لكن كلمته ما زالت مسموعة لأن الصهر قيافة كان رئيس للكهني وأيضاً أولاده الخمسة كانوا رؤساء للكهني وصيره أيضاً كان رئيس الكهنة طبعاً كانوا بيربحوا بسبب الطمع والتجارة تجارة الهيكل عندما قال يسوع المسيح بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص كان حنان شخص متكبر شخص ظالم شخص طماع جداً وشخص فاسد إلى درجة مكتوب عنه في كتبات المؤرخ يوسيفوس وأيضاً في التلمود ويلون لبيت حنان وصفوا هذا البيت في فحيح الأفاعي بسبب الظلم من بيع الأبقار والأغنام في منطقة الهيكل بسبب الرشوة وطبعاً الطمع الكبير فأول شيء وقف أمام حنان على ما يبدو يمكن قيافة ذهب حتى يجمع أكبر عدد من أعضاء السنهدريم وثم من حنان إلى قيافة قيافة طبعاً وحنان كانوا بيكرهوا يسوع المسيح كان عندهم حقد على يسوع وكرهي لأن الجموع والشعبية كانت كبير ليسوع حتى لما الرب يسوع شفى أو أقام ألي عازر قيافة اقترح خير لنا أن يموت إنسان واحد عن تهلك الأمة كلها فكان يدبر مكيدي مخطط حتى يمسكوا يسوع المسيح ثم وقف أمام مجمع السنهدريم مجمع السنهدريم يتألف من سبعين شخص مع رئيس الكهنة واحد وسبعين الجدير بالذكر أنه الطبقة الحاكمة هي طبقة الصدقيين رؤساء الكهنة وهذه الجماعة لا تؤمن بالقيامة والحياة بعد الموت أليس عجبا بحاكمه يسوع فطلبوا شهود والشهود كان فيه تناقض كبير أخيرا أحضروا أو جاءوا شهود زور وبرده كمان الشهادات كانت متخالفة أخيرا طلب طبعا قيافة رئيس الكهنة وقال حط المسيح تحت قسم أو حلفان أستحلفك بالله هل أنت هو المسيح ابن الله أو ابن المبارك؟ طبعا الرب يسوع قال أنت تقول يعني أجاب بالإجاب ومش بس أنه أنا ابن الله عبر أنه جالس عن يمين العظمة يمين القوة وأنه سيرجع بمجد الملائكة والقدسين وهذا فقط يقال عن الله رئيس الكهنة مزق طبعا الثياب وقال ما في حاجة للشهود فكانت التهمة تجديف لكن هذه التهمة مش كافية أنه يعملوا أو يلقوا الإعدام يمارسوا الإعدام في يسوع المسيح من هذا المكان من قصر قيافة أو بيت قيافة أخذ إلى دار الولاية في قلعة أنطونيا حتى يحاكم المسيح المحكمة المدنية أمام بيلاتوس وعاوز أختم بهذا الشيء الكنيسة اليوم اسمها كنيسة صياحة ديك في علية صهيون على جبل صهيون المسيح تنبأ لبوتروس أنه سينكره قبل صياحة ديك وفعلا بوتروس كان بيستدفئ عند النار أنكر المسيح وحلف وشتم أنه لا يعرف المسيح وصاح ديك لكن الرب يسوع تقابل مع بوتروس وغير حياته فبنيت هذه الكنيسة تخليدا وتكريما للرسول بوتروس اللي أنكر يسوع طبعا والعلامة كانت صياحة ديك واليوم بيجو الناس من كل العالم حتى يفتخروا بهذا الرسول اللي أصبح رسول المسيحية اشتركوا في القناة